استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس تيار الحكمة الوطنية العراقية عمار الحكيم والوفد المرافق له أكد الرئيس السيسي خلال هذا اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق ومساندتها لكافة جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتنية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطنية العراقية والوفد المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل الرئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر التابت والراسخ للعراق الشقيق ومساندتها لكافة جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية ومن جانبه أكد السيد عمار الحكيم قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشددا على محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية ومثمنا الدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة والحرب في قطاع غزة حيث تم تناول الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع وتم تأكيد ضرورة الطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار مع التجديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة